فزى الصحفي الإسباني ألبرتو أرسي غارسيا بجائزة روي بيك للصحافة عن فيلم التسجيلي حول ثورة ليبيا الجائزة السنوية كانت قد قدمت في حفل إقليم في معهد السينما البريطانية وكرمت العديد من الصحفيين والمصورين الذين يقومون بتغطية الحروب في جميع أنحاء البلاد ألبرتو غارسيا كان من أول صحفيين الذين دخلوا مطار مسراطة مع الثوار ونقل العديد من التقارير الإخبارية لعدة قنوات إخبارية